السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصحيحاتكم ومتابعينا الكرام وملكل من التحق بنا مؤخرا متابعينا الكرام مجددا لعننا خبر مهم جدا مهم بالنسبة إلينا كمغاربة وكابوس جديد بالنسبة للنظام الجزائري الفقر والكارغولي ولمرتزقة البوليزايو فكما يظهر العنوان المتابعينا الكرام فإن المغرب على ما يبدو قد قرر إطلاق أقمار إصطناعية جديدة مختصة بطبيعة الحال في المجال العسكري هذا ما أوردته صحيفة إسرائيل ديفونس الإسرائيلية التي تحدثت حسب مصادرها وأقتبت من هذه الصحيفة متابعينا الكرام التي تقول وردت مؤخرا معلومات من مصادرنا تشير إلى أن المغرب قد قرر إطلاق أقمار إصطناعية جديدة عسكرية للمراقبة في الفضاء ولهذه الغاية فإن المغرب قد حددت عدد من الشركات أو شركات محدودة والتي سوف تقدم للمغرب العراض ديالها فيما يخص الأقمار الإصطناعية وقدرات ديالها وما إلى ذلك وحينما نتحدث هنا متابعينا الكرام عن إسرائيل أو صحيفة إسرائيلية تخرج بهذا الصراح وتتكلم عن مصادر خاصة بها قد تكون في الحكومة الإسرائيلية أو وزارة الدفاع وما إلى ذلك فهنا بطبيعة الحال نتحدث عن شركات إسرائيلية قد دخلت على الخط فيما يخص صناعة أقمار إصطناعية ويعني إعطائها للمغرب طبيعة الحال نتحدث هنا عن صفقة عسكرية تخص الأقمار الإصطناعية فهنا متابعينا الكرام يعني الشركة الرائدة في صناعة الأقمار الإصطناعية في إسرائيل اللي هي شركة إسرائيل أيروسبيس أندوستري لك رأسها الآن عامل بيريز اللي هو مغربي الأصل عامل بيريز اللي سبق لي جاء المغرب مراراً وتكراراً مؤخراً يعني قبل أشهر أو أسابيع سبق له وجاء للمغرب وقام بتوقيع اتفاقية مهمة جداً مع وزارة الصناعة المغربية هذا يعني رئيس دي الأهم شركة إسرائيلية مختصة في صناعة الأسلحة ونفس الشركة تقوم بصناعة الأقمار الإصطناعية إذن حينما نتحدث عن صحيفة إسرائيلية تخرج بهذا الصريح أو هذا الخبر فهنا نتحدث عن أن المغرب قد يكون حصل أو سوف يحصل على أقمار إصطناعية إسرائيلية متابعينا الكرام مختصة للمراقبة وإن كان مرتزقة البوليزاري والنظام الفقرولي الكرغولي قد أصابتهم الكوابيس من الأقمار الإصطناعية المغربية الموجودة حالياً وهي محمد السادس ألف محمد السادس الباء لسبق للمغرب أن قام بإطلاقهم طبعاً الحال نعلم على أن هذه الأقمار الإصطناعية عندها قدرات خطيرة جداً في الرصد والمراقبة ولا يوجد أي مخلوق يدخل للمنطقة العازلة ولا يتم رصده سواء من الرضالات الأرضية سواء أيضاً من هذه الأقمار الإصطناعية التي لا ترى فقط ما يوجد في المنطقة العازلة وإنما ترى أيضاً ما يوجد في تندوف ما يوجد في قصر المرادية أصلاً ديالزريبة الفقرقير هذه الصورة التي ترى الآن أمامكم على الشاشة متابعين الكرام هي لأحد الأقمار الإصطناعية صورة ملتقطة من أحد الأقمار الإصطناعية ديال إسرائيل وهذه الصورة هي التي قصر بشار الأسد في سوريا قمرة إسكاري إسرائيلي تقط هذه الصورة لقصر بشار الأسد في سوريا أهلاً باش نعطيكم لمحة متابعين الكرام عن خطوة الأقمار الإصطناعية الإسرائيلية عن التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية في مجال الفضاء طبيعة الحال الرسالة أرسلناها لمن يهمه الأمر متابعين الكرام كان هذا خبراً من أحد المواقع الإسرائيلية أراكم في فيديو قادم مع معلومات أخرى إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة